بلسم المعرفة أساس التوعية الأدوية المخشوشة قد توفر عليك مبالغ بسيطة لكنها قد تودي بحياتك لا تشتري أي دواء إلا من الصيدليات المرخصة رسميا نصيحة بلسم لتعزيز الصحة بلسم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدد لكم التحية من خلال برنامجكم بلسم على أثير نور دبي وموضوعنا عن حساسية الأسنان مع ضيفتنا الدكتورة إناس أبو بكر اختصاصية طب الفم والأسنان في عيادات شروق في مردف التابعة لمستشفى القرهود الخاص بدبي طرق التواصل عبر الهاتف ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة الرسائل النصية القصيرة على أربعة صفر صفر ستة ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو دكتورة إناس السلام عليكم أهلا عليكم السلام حساسية الأسنان وطبعا بعض الأشخاص لا يعتنون بشكل جيد بالأسنان أيضا يتناولون بعض الأطعمة بعض المشروبات تسبب هذه المشكلة والأسباب متعددة دكتورة مرحبا كيف الأسباب حساسية الأسنان هي ثلاث أسباب أول شبب هي التآكل المينة هي بشكل عام تتآكل المينة وبتصير حساسية في ثلاث أسباب أول شبب السبب التآكل الحمزي اللي هو زي ما حكيت من المشروبات والمأكلات اللي فيها أحماض أو كربونات زي المشروبات الغازية نعم في صدر الصوت دكتورة فأعتقل أنه صوت المذيع إذا ممكن تخفيفي عليه نعم تسمعينا من التاليف ومن الهاتف تفضل آآ آآ لحظة شوي بك شعر ما في المشكلة أعمليها على راحتك طبعا موضوعنا عن حساسية الأسنان أو التآكل مثل ما ذكر التآكل الحمضي أيضا وهي بسبب تآكل المينة جراء عوامل مختلفة منها ما يتعلق في بعض الأطعمة والمشروبات المشروبات الغازية على زي المثال نعم آآ آآ وين وصلنا تآآ وصلنا التآكل الحمضي نعم التآكل الحمضي اللي هو سببه من المأكلات والمشروبات نعم الشبب الثاني الميكانيكي ممكن استعمال فرشاية الأسنان الخشنة أو بطريقة عنيفة تقدّي لتراجع اللثة والسبب الثالث البكتيري التآكل البكتيري اللي هو التفوص نعم أحكي لك وهو سبتيمتك للموضوع نعم يعني الحساسية هي إنه الشعور بالألم من المي الباردة أو المي السخنة ومرات مع الأكل الحامض أو أكل السكرية هي شبب هي السن أناتومي تبع السن تلس طبقات. الطبقة الأولى ليه المينة اللي هي طبأ ما فيها مسامات اللي بتحميش سن هي بتأكل بشير بهاي الطبقة انذا اصارت تأكل اسنكشف طبقة التانية �و العاج هاي العاج الطبقة الثانية اللي لونها أصفر هي اللي فيها مسامات بتوصل للعصب الطبقة التانتين اللي هو فيه تغذية الحاسم والبلاد سابلاي وهاي القصة نعم فاحنا الهدف اننا نخافض على هاي الطبقة الخارجية لطبقة المينة نعم اي سبب بشد التآكل هاي المينة تكشف هاي المسامات الطبقة المسامية التانية نعم اللي بتأديها الحساسية فهذه الأسباب قلت لك ثلاث أسباب الأسباب التآكل الحمضي نعم تصير هلأ من تشري مشروبات الغازية حتى عصير الفواكه الأورانج اللمون الفواكه حتى أكل الفواكه العادية الحمض اللي موجودت بالفواكه باستمرارية نعم بما حكيت لك المرة الماضية هو الموضوع انه مدة التعرض للمولة الحمض أو السكريات نعم يعني اذا بتصير مشروبات الغازية أو حامضية على طول منصح انك تخسل ثمك تمضمت بمي ما منصح تفرشيهم أبدا لأنه الحامض بيكون منطرد طبقة المينة فإذا بتفرشيهم على طول بعد ما تشرب لمون أو تشرب بشروب غازي من عزي أو تقدر تخرش المينة نعم فلازم تسنى نص ساعة إذا بتفرشي سنانك وبعدين تفرشيهم أحسن إشي أنك تمضمت أو تشرب مي بمي بمي نعم هناك رسالة ونذكر بطرق التواصل على الهاتف 6-0-5-5-1-4-1-4 الرسالة النصية القصيرة على 4-0-6 ونرحب بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الانستجرام لايف نور دبي ريديو الرسالة تتعلق بالكز على الأسنان ماذا ننصح من يعاني من الكز على الأسنان هذا الكز على الأسنان هي البروكشرزم هاي من الأسباب الميكانيكية اللي بتأدي برضو لتآكل طبقة الميناء وتكسرها نعم بتأدي للحساسية هلأ عرفنا شو سبب الحساسية إنه طبقة الميناء تتكسر لأي سبب أو تتجرح أو تتآكل من الحم نعم هذا الكز على الأسنان من الأسباب الميكانيكية اللي هو نايم بكز على أسنانها وهذه لا إرادية علاجها إنه راجع دكتور سنان يركب شيء اسمه نايتغار هي طبقة صغيرة من السلكون للوقاية نعم للوقاية الميناء وكثير ضروري لأنها يعني بظل النتائجها كثير شيئة نعم طيب رسالة أخرى تقول أنا شاب في الثلاثين من العمر بعد الذهاب إلى إحدى العيادات لإجراء تجميل للأسنان يعني لم أكن أعاني من أي مشكلة فقط ذهبت من موضوع التجميل صرت أعاني من الحساسية حتى لا أستطيع أن أتناول أي طعام وأي شرب الصح هاي برضو من أسباب الرابعة طبيض الأسنان بالعيادات الأسنان أو إجراء أي إجراء ممكن تحطير الأسنان بيعمل فينير بيعمل كرانز فيجان برضو هاي ممكن تؤدي الحساسية نتيجة إنه بتقل طبقة الميناء أو نتيجة المواد اللي بتعمل طبيض بليتشينج هاي بتفتح المسامات وتوصل للعصب بس عادة الحساسية اللي بعض العيادة بعض بعض العمليات نا تاقد وقت بعدين برجع برجع يعني بترجع بتروح نعم بس بدأ أسبوع بدأ متابعة نعم طيب عندي اتصال الأخ أبو حمد السلام عليكم أخي العزيز السلام دكتور يا مرحبا أهلا وسهلا فيك تفضل أهلا وسهلا أهلا وسهلا الحساسية ممكن تكون كمان من اللفلة أنا واحد ورقم ثمين قضية اللي هي بعض الناس يتحسسوا من الأصوات يعني حق حديد حسنه سمع فيه أسنانه تحس ينزعج من إلى صرصرة أو شيء من هذا القبيل نعم ما أدري لاحظتها وشده آه السؤال بالنسبة ريحة الأسنان مرتبطة أكثر شيء بإيش انتهابات ولا مشكلة في الأسنان نفسها وللثة نعم ريحة الفم وخاصة في في لما تكون بعد يعني فترة صاحب للنوم نعم أو مثلا فترة آه يعني مبتعدة للأكل لكن تحسن أن الطفل بالذات الأطفال يعني ريحة غير مقبولة عندهم نعم وفي نفس المهتم والأتحسن هزاج من الصوت يقول واجع في السنان لما يسمع صر صرح وشي من هذا القبيل نعم هل الأسئلة واضحة دكتورة إيناس آه واضحة نعم في شيء آخر أخي العزيز نعم الصوت الصوت نعم طيب أخي أبو حمد نعم طيب للأسف يبدو الاتصال انقطع طبعا الأخ محمد بن وجه للتحية أيضا من المتابعة نعم السؤال الأول عن الحساسية طبعا بتتعلق اللثة نعم آه هذا صح هذا سبب آه لسة تراجع اللثة بالأسنان بيؤدي لكشف العاج يعني هلأ السن بتكون من التاج والجذر التاج في طبقة المينة الجذر على طول العاج فأي تراجع من اللثة بتنكشف طبقة العاج بتأدي للحساسية ونفس الأشي أصبابها زي ما حكيت التآكل خمضي وأكتر الميكانيكي يعني بفرش سنانه بطريقة عنيفة أو بطريقة أكتر من اللازم أو بستعمل كرشاك سنان هارد أو خشنة هدول ما ممكن يتعرضوا لحساسية اللثة سبب تراجع اللثة ريحة الفم قبل موضوع الأصوات سأل هاي الأصوات يعني هاي نفسية ما إلها تفسير يعني مش حساسية بحس الواحد جسمه كله هيك هاي ما إلها التفسير علمي رائحة الفم غير المستحبة نعم رائحة الفم كلها من تخمر البقايا الطعام بالأكل نحكي كيف التعامل معها وكيف الوقايا منها وكيف علاجها ومنها هاي برضو موضوع بصب بنفس الاشي ريحة الفم هلأ الأورال هايجين اللي هي صحة الفم والأسنان بتتكون من ثلاث شغلات اللي هي الأسنان بتكون مضيفة اللي ستكون صحية اللعاب والعادات الأكل هلأ منصح إنه الواحد بتصرش سنانه كويس مرتين باليوم معجون سنان فيه كمية كويش من إذا عنده حساسية بحتاج الخصوصي معجين سنان الخصوصي فيها أكتر واللي بتتخلص من بقايا الطعام على الآخر هي لازم الخيط نعم نعم استخدام الخيط أيضا بشكل سليم وبشكل صحيح لأنه أيضا استخدام الخيط يعني بشكل خاطئ يضر بألتها وأيضا نعم آه 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 هذه ريحة من بقايا تخمر البقايا الطعام في دي ما حكينا برضو بالحلقة قبل نعم إنه في طبقة الفلاث البكتيرية بتكون ملزقة على السن فأي بقايا سكريات أو طعام بتعمل تخمر وبتنتج حم هو هذا التآكل البكتيري اللي بعدين بسير سوس يعني حتى التسوس أول ما بمراحله بتكون أعراضه زي الحساسية إن أسنانك بتوجعك ومش عارف من شو ما بكون مبين وين سوس بين الأسنان فأي يعني لازم تراجع الدكتور عشان يعرف لك الحساسية نعم طبعا شكرا لأخ أبو حمد لهذه الأسئلة وهذه المداخلة معنا أيضا اتصال من الأخ عمر ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم عليك تراجع اللثة نعم أول سؤال هل يؤدي تراجع اللثة إلى سقوط الأسنان تساقط الأسنان السؤال الآخر عن تراجع اللثة ألو نعم دكتورة آه اسمعت طبعا تراجع اللثة هذه البداية يعني لما تشير اللثة تتراجع وتكشف الجذور تقطع الروابط الداعمة اللي بين السن واللسة نعم بالتدريج يشير السن يتحرك بتيرها موجودة نشوف هذة التشتات الكبار وفيك بتحرك آه بعدين بيؤدي لفقده السبب السبب قلة العناية بالأسنان في أشباب أمراض يعني أمراض سيستيماتيك ديشيز زي الشكري نعم الضغيط الهارف واحد يعني ما بقدر يسيطر عليها بس الإنسان الطبيعي العادي بقدر يسيطر على الموضوع وحتى اللي عنده سكري مثلا لازم زيادة يعرف أنه لازم يعتني بسنانه كيف بعتني بسنانه كل 3-4 تشهر لازم يراجع طبيب الأسنان عشان ما تكشف أي تراجع من اللسة بتراكم فيه جير من نطفه نطير عجون سنان المناسب إذا فيه التهابات باللسة منعالجها قبل ما تموت وتتراجع وهيك هو الأول بالخيطان ما يحدث في بعض الأحيان دكتورة إيناس بأنه طبعا مثل ما منعرف من أعراض الإصابات التي تصيب اللسة هو النزف يعني فلدى تفريش الأسنان يحدث النزف فيعتقد الشخص بأن السبب هو التفريش وبالتالي يمتنع ولا يتابع التفريش لكن هذا الأمر خاطئ المشكلة في اللسة ودائما حتى حافظ بشكل أساسي على اللسة وهي طبعا هامة جدا هذا الأمر تتاعمل الأسنان نعم رسالة من الأخ محمد الجزيري وأيضا وجهه التحية يقول تحياتي لك دكتور بسام ولضيفتك انتشرت مؤخرا طريق تبيض الأسنان بالفحم ما مدى فعالية هذه الطريقة وهل لها أضرار بس دي أحكي عن نزيف اللسة حضرتك حكا نزيف اللسة لما أي شخص يفرش سنانه وينزل الدم هالدليل انه فيه اتهاب باللسة وهالدليل انه لازم نروع على الدكتور عشان نعرف السبب زي ما حكيت يوقفوا تفريش عشان ما ينزل دم ويزيد التطاقة من المشكلة فبيزور الدكتور ونعرف السبب ونعطي علاجات لازم يفرش سنانه لما يصير في نزيف يضل يفرش سنانه لو بنزل دم بس يبدل فرشايته بفرشاية ناعمة اه طبيض الاسنان برضو في نوعين في الميكال اللي هو بالفحم او بالبليتشينج المواد الطبيئة او بالليزر الفحم اقل واحد اه بضر بالاسنان يعني فيه الوصائلية بس انه اه يعني اقل ضرر من البليتشينج ومن الليزر كويس يعني ولكن طبعا دائما نقول هناك شروط اه يعني يجب ان تتوفر نعم انا طبيض الاسنان الميكاني يعني انا طبيض الاسنان بشكل عام مش كتير بشجع عليه ومش كتير يعني اذا بدك تعمله يعني يعملوا كل ثنتين مرة نعم واللي بيدخن كتير وبشرب قهوة وشاي كتير يزلس لانه بيضيض اسنانه وبزيد حساسيتهم وبخسر منهم الطبقة وبالاخر برجعوا بصفروا اكتر من اول نعم مش نتيجة نهائية يعني نعم نذكر بان ضيفتنا الدكتورة اناس ابو بكر اختصاصية طب الفم والاسنان في عيادات الشروق في مردف التابعة لمستشفى القرهود الخاص في دبي وموضوعنا عن حساسية الاسنان طرق التواصل عبر الهاتف ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة رسائل النصية القصيرة على أربعة صفر صفر ستة ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسول لإذاعة نوردوبي على الانستجرام لايف نوردوبي ريديو طيب دكتورة بالنسبة للعلاج طبعا موضوع التآكل سواء كان طفل أو غير يعني طفل أي أن كان العمر هناك مشكلة كيف نتعامل مع هذه المشكلة التآكل للمينة لازم يتعالج يعني إذا كان سبب وتسوس لازم تنظف التسوس ونحط حشوة إذا كان مكسور يعني تكسر لأي شباب برضو لازم يتعوض المينة بالحشوات التجميلية اللي هي فيها فلورايد وبتحمي وبتحمي السن وبتذكر وبتجنبنا موضوع الحساسية إذا عندهم اللي بعضوا بالليلة اللي حكت إيش بتحرك عسنانه لازم يركب نايت قات عشان يتجنب هاي المشكلة بالإضافة طبعا للعناية بالأسنان اليومية الروتينية اللي هي تفريش الأسنان بمعجون سنان فيه فلورايد إذا عندهم زيادة حساسية بنصحهم يستعملوا غصول فم وجود في فلورايد بكل خصوص الحساسية يعني هي معجين الحساسية في المنسل تكون فيها فلورايد زيادة إن هاي المادة بتقلل من الحساسية نايت استعملوا الخيط طريقة سليمة عشان يقيموا البلات يراجعوا دكتور سنان يعني ستة شهر ماكسيمم عشان إذا أي مشكلة بتعالج من أولها نعم طيب بالنسبة للثة العناية باللثة كيف يتم ذلك بالنسبة للأسنان عرفنا لكن بالنسبة للثة أيضا هل فقط من الناحية الموضعية أم يجب أيضا أنها تم بالناحية الغذائية وغير ذلك هاي اللثة العناية باللثة زي العناية بالأسنان يعني الخيط والغشول الفم والفرشاية يختاروا الفرشاية النعمة أو الميديوم هاي الخشنة في بكون شعيراتها خشنة ما بنصح أي حدا يتعمل معها اللي عندها خساسية أو شوية تراجع باللثة نقف الرشاية الثنان اللي نعمل نعم تدليك اللثة دكتورة الأرضية فيتامين سي يعني زي أي تغذي الفيتامين سي الفيتامينات نعم الأكل الصحي الفيتامين سي مثلا بقول لك عصير البردقان أوكي تقدر تشرب عصير البردقان تقدر تاكل فواكه بس أنا بنصحهم بالشلموني يشربوا العصير ما يعرضوا الأسنان للأحماض يعني هو الموضوع مش بالكتر نعم يعني لو مثلا كل يوم يشرب آآ بردقان تعود هيك روتينة اليومية ما بيستمر فيه بس المهم إنه ما يعرض سنانه دايريكت للحمض فترة طويلة نعم زي ما حكينا بعد ما يخلص شرب الزبادة الحاموزية والعصير يمضمج بمي بعد نفس ساعة فالشي سنانه نعم هيك ما بي هيك بمنع تأثير الحمض على سنانه طيب مثل ما بنعرف في بعض الأشخاص اللي عندهم فقر الدم دكتورة يقومون بتناول القطع الثلج وطبعا يعني تكسير قطع الثلج وأيضا مضغة مدى تأثير قطع الثلج عند أولئي الأشخاص على الأسنان هاي هو اللي باكلوا ثلج تسيبهم أنيميا نعم هيك الموضوع مش بالعب يعني هاي عادة كتير عادة شيئة وكتير مضرة للأسنان ومضرة لللسة وكامل فقر دم كمان نعم ولا إشي بس مفروض إنه يمتنع من هاي العادة لأنها بري باد بري باد ما هي موجودة عندهم نعم اللي موجودة عنده بدي يحاول يتجنبها ويحاول إنه يعني بدي يقلل من الموضوع ما بقدر لأنها بالآخر بتأدي محجازية لأسنان الكتور التعرض للبرودة نعم وتأدي لفقر الدم هذا إشي سيستمك يعني نعم حتى من الالتهابات اللسة الناس اللي ما بتعرفه في أنواع بكتيريا بتعمل انتهابات لسة ممكن تعمل انتهاب برشاء القلب ممكن تعمل انتهاب بالرئة يعني هلأ يجيني مريض دراسات كثيرة أثبتت ذلك نعم آه يعني في تأثيرات آه بالضبط يعني الفم والهاي مراية للجسم لازم راح يدير باله عليه نعم كل الشكر للدكتورة إناس أبو بكر اختصاصي طب الفم والأسنان بعيادات شروق بمردف أتابعني مشفى القرهود الخاص بدبي دكتورة إناس شكرا جزيلا لهذه المعلومات شكرا كثير أهلا دكتور